اشتركوا في القناة رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي وسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وتم خلال الاجتماعات سعراض عدد من القضايا المتصلة بالشان الوطني الهدفة إلى تعزيز مسيرة البلاد التنموية ونهضتها المباركة لمواصلة تقدمها وإنجازاتها في كل الميادين وكذا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه أن المواطن البحريني سيظل دائما محور اهتمام الدولة والهدف الرئيسي لأي خطط وبرامج تنموية مجيدا بحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء المستمر على خلق الفرص النوعية أمام المواطنين وما يبدله من جهد كبير ومتواصل لترسيخ مكانة مملكة البحرين الاقليمية والدولية وتحقيق تطلعات شعبها الكريم نحو مزيد من التقدم والرخاء والازدهار معرب أن جللته عن تقديره للجهود الدولية للوزراء كل من موقعه في خدمة الوطن والمواطنين وأكد جللته يده الله اعتزازه بترابط أهل البحرين وما يجمعهم من أخوة وتكاتف ووعي بالمسؤولية المشاركة في إرساء دعائم النهضة الحضارية مؤكدا على تمسك البحرين بالأهداف والمبادئ المستخلصة من تاريخها وحضارتها عبر عصورها المتمثلة في الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافة وتعزيز قيم التعايش وأشار جللته في هذا الصدد إلى أن إنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي تأتي انطلاقا من رؤية مملكة البحرين الرامية إلى تعزيز السلم العالمي والعيش المشرك بين البشر وتشجيعا للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش مؤكدا جللته حرص المملكة المستمر من أجل تعزيز تلاقي الحضارات والثقافات وتمازجها لتحقيق السلم العالمي والالتقاء على ما اتفقت عليه البشرية من قواسم وقيم مشتركة وبمناسبة ذكرى السنوية الثالثة والعشرين لإنشاء المجلس الأعلى للمرأة والتي تتزامن هذا العام مع الاحتفالات بليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم عرب جلالته رعاه الله عن اعتزازه بالدور الكبير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز تقدم المرأة على مختلف الأصعدة وإسهامات سموها الوطنية الكبيرة من خلال قيادة سموها للمجلس الأعلى للمرأة وعمل سموها الدؤوب لتعزيز مكانة المرأة ودورها في بناء والسقرار الأسرة البحرينية وتحقيق تطلعاتها في مسيرة العمل الوطنية كونها شريك جدير في بناء الدولة لما يسهم في تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات المشرفة للوطن مهني أن جلالته صاحبة السمو الملكي وكافة منتسبية المجلس الأعلى للمرأة والمرأة البحرينية بهذه المناسبة مشيدا بالمكانة المتميزة للمرأة البحرينية وما وصلت إليه من تقدم وريادة وما نقوم به من أدوار فاعلة كشريك مهم ورئيسي في مسيرة التنمية والتطوير وما حققته من إنجازات ونجاحات مهمة على كافة الأصعدة التنموية ما عزز مكانة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي وعلى صعيد المستجدات الإقليمية والدولية بما فيها الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط أكد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ضرورة العمل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان الحماية للمدنيين فيه وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والآمنة والمستدامة لهم إضافة إلى خفض التصعيد ومنع توسع الصراع في المنطقة وإيجاد يفق للسلام الدائم والشامل القائم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية كونه السبيل لتحقيق مصلحة الجميع مؤكدا جلالته دعم البحرين لكل الجهود والتحركات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق التهديئة في المنطقة وتفادي المزيد من التوتر والصراع بما يحفظ السلام والاستقرار والأمن فيها ويصب في مصلحة جميع شعوبها ويحقق تطلعاتها في التنمية والزهارة